يا صباح العسل على احلام طبعين النهاردة روتين جديد هنبدأه مع بعض بس قبل ما نبدأ الروتين عندي قناة حلوة قوي لازم تروحوا يا بنات بعد اذنكم تشتركوا عندها دي قناة اكلة وفكرة ام يصر بجد ستة محترمة جدا وزي العسل وزي ما شربوت فتح القناة بقالها دلوقتي سنة الا شهرين فقدمها شهرين بالزبط عشان تحقق الشروط وللأسف لو ما لحققتش الشروط في خلال الشهرين دول القناة بتاعتها هتتقفل بقالها سنة شغالة بقالها سنة تعبانة وعملة تلتمية وحوالي خمسة فيديو فحرم تعبها دوت يروحها در فبعد اذنكم كل اللي بيحب هيبة يروح يشترك عندها ويشاهد لها كده شوية حاجات كده لو عجبتك حاجة عندها اتفرج عليها مش هتخسري حاجة بس نقف جنب بعض نقف جنب بعضنا انا عارفة اللي انتو زي العسل معايا ويه بتسمعوا كلامي فعشان خطري روحوا لها وقدروني علشان انا قلت لها اللي انا هعمل لك دع وطبعا البنات الحلوين اللي عندي مش هيرفضوا لي طلب فعشان خطري بعد اذنكم كل اللي يحب هيبة يروح يتفرج لومي يسر على اي فيديو حتى لو الفيديو دقيقة بس لو كل واحد هيتفرج حوالي دقيقة او دقيقتين بجد وممكن لعل لو عسى تحقق الشروط فعشان خطري بعد اذنكم نروح لها ونشترك عندها وتقولوا لها اللي انتو جايين من عند هبة الروتين بتاعنا بقى النهاردة هبدأوا معاكم من اول اليوم الصبح لحد بالليل خالص لحد العشاء دلوقتي بقى هعمل الشاي بلبن كده انتو عارفيني اللي انا متعودة الشاي بلبن ده اجباري يعني لازم كل يوم الصبح الشاي بلبن ما ينفعش يوم يعدي من غير الشاي بلبن لو ما شربت الشاي بلبن بحس اللي اليوم بتاعي كده مش متزبط وفي حاجة مش طبيعية ساعات كمان ممكن اشرب الشاي بلبن بالليل اه انا من هوياتي الشاي بلبن ممكن في وسط النهار عادي جدا مفيش اي مشكلة حطيت السكر كده في الكبايات واحطي طبعا الشاي انا بحب اللي انا اعمله وقلت لكم كتير او الفيديوهات عدد اللي انا بحطي نص معلقة شاي ناشف ومش بحط مية عليه جربت قبل كده احط مية بس للأسف طعمه ما عجبنيش فمردتش اللي انا اشرب الكباية وكان نص الكباية اللبن دوع وانا بحط الشاي اه شوية شاي وقعوا مني كده في الصينية وبجدنا لما بالشاي بيقعوا مني في الصينية ببقى متضاية او متنرفزة فشلت الكبايات وغسلتها شطفتها يعني بشوية مية كده وحطيت تاني الكبايات وهبدأ اسب الشاي اه اللبن طبعا في كباية كده على جنب انا عملها لبن بس مش ليا طبعا اه زي ما انا قلتلكم بحب الشاي بلبن طبعا كباية اللبن بيبقى ليها معلقة لوحديها ملاش علاقة بالمعلقة بتاعت الشاي بلبن عشان معلقة اللي فيها الشاي بلبن اه لو قلبت اللبن بيها اكيد طبعا طعم الشاي هيروح في كباية اللبن وانا عايزها لبن بس طبعا اللبن ممكن تعمليه الشاي بلبن يعني ممكن تعمليه جنب سندوتش جبنة جنب سندوتش جبنة رومي اه شوية بقسمات شوية فايش اه قرستين اي حاجة من الحاجات دي خلاص دلوقتي بقى كده ببدأ اللي انا احط البقسمات او الفايش او اي حاجة من انواع البسكويت اللي انت هتشربي بها الشاي انا بسقيف اللبن بصراحة او الشاي بيبقى طعمه حلو قوي اه ممكن كمان تعملي سندوتش جبنة سندوتش جبنة رومي على حسب ما انت تحبي كمان لو عندي مش اللي هو جبنة قديمة بتحينة بيبقى طعمه حلو قوي باللبن بالعيش البلدي دوت بعمل سندوتش كده واو احلى حاجة في الدنيا طبعا بعد ما افترت بقى هقوم بقى طبعا اشوف اللي ورايا مسحت الشقة زي ما انتم شايفين كده بدأت من قوضة منا لكن صورتلكم كده تخطيفي كده عشان طبعا هصول لكم اليوم كله ما يبقاش طويل عليكم اه دي كده زي الصالة حتى فيها التلاجة وترابيزة جنب التلاجة وبعد كده ترابيزة السفرة والكراسي ده باب الشقة اه جنب ترابيزة السفرة حتى الا اه مش حتى باب المطبخ ان شاء الله سأقول لكم جولة في المطبخ قريب جدا استنوها كده المكان عندي بقى ندفه زي الفل بجد لما بتعملي الحاجة كده اه بتحس بطاقة ايجابية كده وفعلا الشقة بتبقى نظيفة اه اي نعم بنتعب وبعد ما بتخلص بتبقي تعبانة بس الفرحة بتاعت النظافة بتنسيك التعب اللي انت فيه اه يلا بقى اومي كده تشجعي خلي عندك طاقة ايجابية كده وباور كده يلا اومي لو وراكي حاجة على طول اومي اعمليها لو المكان اللي انت قاعدة فيه حاسة اللي هو مش متزبط اومي على طول شيل السجاجيد وشيل الحدونية وامسح الشقة ووضبيها كده بجده هتتفي لو بردينة هتعملي الحاجات دي كلها هتلاقيكي نفسك مش بردينة دخلت بقى اعمل غدا انا عندي غدا من مبارح فقلت هعمل جنبي صنية جلاش باللحمة المفرومة عملتها بالفعل كده اه وحطت على وشها بقى بضاية وكوباية لبن ده بقية اللبن هنزل عليها ويه بس كده انا بعملها سهلة قوي بس بقطع الجلاشة يعني بحط الصنية على الجلاش وبقطعها على قدها بالزبط عشان تطلع معايا اه شكلها حلو ومش يعني ايه الجوانب مش نشفة لأ على قد الصنية بالزبط اهو بالشكل ده وكده هدخلها بقى الفورن وهتستوي طبعا استوت معايا هي زي ما انت شايفة كده اه كنت بقى بسخن الاكل ودي حاجة جانبية كده جنب الاكل قلت ايه طالما مش هعمل اكل لا اعمل حاجة اه جنب الاكل عشان الاكل اللي انا عندي يكفي هقطع بقى طمط مايا كده اه شكل وردة سهلة او بسيطة جدا مش محتاجة حاجة يعني بتقعد تعمليها تمانيات في سبعات كده لحد ما تتفتح معايا بتبقى شكل وردة وتبقى شكلها حلو لو انت مثلا عندك ضيوف اه بتحطيها كده على شكل الطبق من فوق على طبق رز تبقى شكلها حلو اوي ممكن تعملي منها الخيار والبصق والبصل بنفس الطريقة ديت بيبقى شكلها حلو جزر كمان بس كده ده كده كان الغدى بتاعنا اتغدينا طبعا وهشوف بقى ورايا ايه تاني في الشقة طبعا الشقة نظيفة وكله تمام وشغلت الغسالة كمان بعد ما خلصت مسح الشقة شغلت الغسالة والغسيل اتغسل طبعا بعد ما اتغدينا دخلت نشرت الغسيل كان فيه غسيل بقى على الحبل تاني طبقته وشلته برضو مكانه اه اول باول لما بتعمل الحاجات دي بتفرق معاكي اوي عن لما تنشر غسيل ويبقى عندك غسيل ولا اه جد موضوع الغسيل مضعب جدا اه السبت الغسيل ما بيفضرش اصلا بس على قد ما بقدر اللي انا اه بنشر الغسيل اجيبه اطبقه على طول ما بكومهوش ده احسن حاجة طبعا بعد ما اتغدينا وخلصت كل حاجة عندي بقى فينه فايد من الولاد كده بتاعت المدرسة فكررت اللي انا اعمله بقسمات وقلت بقى هعمله معاكو كده سريع سريع في التخطيف يعني ووريكو انا بعمله ازاي حطته في الفورن اه نشف شوية بعد كده كسرته كده اه وحطته في طبق دوت هبدأ بقى احطه في في الخلاط في الكبة اللي اه بتاعت الخلاط اللي احنا بنفرم فيها الفلفل اسود والكمون والحاجات ديه بحب اللي انا اعمله في المصفى ليه بتعمله في المصفى يا هبام انت ممكن تكليه كده على طول لا بعمله في المصفى عشان هوريك دلوقتي انا اللي بعمله في المصفى وما بحطهوش كده في البطرمانة على طول عشان انا عايزاه نفس طعم البقسمات اللي بجيبه من برا اللي هو ريتش باك بصي بقى كل دوت تلع معايا طبعا انا لو ما عملتوش في المصفى كل دوت الخلاط ما قدرش اللي هو يضربه فمستحيل طبعا سنانك هتقدر اللي هي اتكسره فهو انت بتاكلي هتحس اللي فيه حاجة غلط وانت بتاكلي طب وليه ما بحاجة بسيطة ممكن نعمل الاكل صح يعني تعالي على نفسك شوية وتعابي خمس دقائق لكن هتلاقي الطعم الفرق معايا دي كده بهارات السبع بهارات وحطيت شوية طن بودرة وبصل بودرة وشوية شطة وواحدة مرء الدجيج هقلبهم بقى كلهم مع بعض كده هطعمه على شنخات اللي ماجي اسحب منه يبقى متطعمه مش كل ماجي اسحب منه قعد احطي توابل عليه لأ انا بحط عليه توابل كلها مرة واحدة عشان كله يبقى متطعم مرة واحدة فريدي طبعا انا مستعجلة ومش عندي هاضطر اللي انا هحطه كده في البناء او البوفتاك وهو مش متطعم فهيبقى طعمه مش هلوه ده بطرمون كان عندي فيه شوية فحطيت كده حطيتهم في طبق مرضيتش اللي انا احط عليه لاني طبعا عمليهم بقالهم فترة فاكيد مثلا اللي انا هستخدمهم الاول عملوا لي نص البطرمون شوية حلوين مش وحشين بس كان هيترمو يعني كانت شوية فينو هيترمو بس طبعا الفينو مش بايز وحطيت بقى اللي هو كان في البطرمون الاول حطيته البطرمون صغير عشان هستخدمه هو الاول بعد ما يخلص طبعا البطرمون الصغير هبدأ اللي انا استخدم في البطرمون الكبير جربي تعملي كده جربي ما تشتريش من الفرن بقسمات بجده هيفرق معاكي قوي كنت جايبة جرجير بقى فهخسله كده وحطه بقى في الدلاجة طبعا انتو شفته طريقتي في غسل الجرجير عمتا في غسل الخضار كله اللي هي طريقة معينة هسيبلكو الطريقة في صندوق الوصف او في التعليق المثبت ان شاء الله طبعا انا نسيت اقول لكم اللي كانات اكلة وفكرة هي هتعلق لكم بنفسها وتقول لكم انا ام يسر وهتسيبلكو التعليق بتاعها في التعليقات اول حاجة باذن الله تروحوا لها يا بنات ما تكسفونيش لازم نقف جنب بعضينا لازم نساعد بعض كده لو مش قادرة تساعد حد مش شرط المساعدة تبقى بفلوس او حاجة لا المساعدة ممكن بكلمة كلمة ممكن تساعد اللي حواليكي طبعا خلصت الحمد لله وغسلت المواعين زي ما انت شايفة كده ومساحت الارض ودخلت بقى بصراحة نمت شوية يعني كان لازم اللي انا نم بصراحة نمت بقى حوالي كده ساعة قمت بقى الولاد كانوا جعانين فقلت اغلي اللبن كنت جايبة لبن الصبح بس للأسف ما غلتهوش اللبن اللي انا عملته الصبح ده كنت جايبةه من بالليل لان انا بغلي اللبن من بالليل وبشيره في التلاجة والصبح بطلع منه القشطة وبعد كده بستخدمه عادي يعني دوت كده بعد ما انا هغليه هسيبه يبرد على البوتاجاز كده لحد ما يبرد خالص واتأكد اللبانة مش سخنة هدخلها التلاجة الصبح هشيلي القشطة عشان بحوش قشطة عشان اعمل لكم سامنة بلدي ان شاء الله لان احسن قشطة تعمليها من الاحسن سامنة بلدي تعمليها من القشطة هو في الشتاء شهر اتناشر وشهر واحد وشهر اتنين تقدر اللي انت تجمعي قشطة حلوة جدا اللي اللبن بيبقى فيه فوايد عالية قوي والدسم بتاعه عالية شوية بس اللبن دوت من اللبان مش اللبن المعلب بسلق بقى للولاد بيت كده عشان اعشيهم كمان حطيت المعلقة ديت على الكنكة كده علشان خاطر تمنع الفارق لما بتحط المعلقة على وش الكنكة او وش الكزرونة اللي انت بتعملي فيها البيض ما بتخليش البيض يفور وينزل على البوتاجاز المية بتاعته وتطفى النور هعملهم مثلا دوت شات بيض وجبنة وسخنت العيش كمان لان انا بشيل العيش في الفريزر عندي عشان يبقى متوفر على طول لاني ما بجيبش كل يوم بجيب مثلا حوالي كل يومين او كل تلات ايام كده وشيله في الفريزر لاني ساعات ما بقدرش اللي انا انزل لاني مش بنزل كل يوم طبعا فلازم العيش يبقى متوفر عندي على طول في الفريزر حمرتلهم كمان شوية بطاطس شبسي كده طبعا طريقة البطاطس ديت انا عملها لكم في فيديو تاني ان شاء الله عملتها اصلا عملتها قبل كده بس لو عايزين هقولولي هعملها لكم تاني عملتلهم سان دوتشات وكلو دي البطاطس اللي فاضت حطيتها على البطاطس عشان تبطعم كده حطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود كده عشان تديني طعم حلو طبعا بقى لازم اخسل الموعين طبعا هو مفيش موعين اصلا يعني انا باتحك على نفسي بس طبقين لان حسيت اللي المية عندي ضعيفة جدا وحسيت اللي هي كده ممكن تخني شوية وتروح قطعة فغسلتهم كده زي ما زي ما انتم شايفين كده وانا واقفة يعني قلت بالمرة هما طبقين والكنكة اللي انا سلقتي فيها البيض طبعا اللي بتسلق فيه البيض ما ينفعش ان انت تستخدمي في حاجة تانية فالكنكة دي انا مخصصها يعني لسلق البيض لان هي بيضة فعشان كده بسلق فيها البيض بس ميا ضعيفة جدا بس الحمد لله غسلت الطبقين وغسلت كمان كان فيه معلقتين وكوباية والكنكة غسلتهم بالمرة عشان ما يبقاش عندي موايين واصحة الصبح والدنيا ريئة كده ونبدأ يومنا بنشاط ان شاء الله غطيت طبق البطاطس كده بالستريتش ده بجد الاستريتش ده عاملي قوي بنصح اي واحدة لسه ما استخدمتهش او لسه ما جابتهوش بجد هاتي سعره مش غالي انا جايبة الرول ده بسبعتاشر جنيه في تلتمية متر بيقعد كتير قوي ممكن يقعد عنديك تلات او اربع شهور على حسب استخداماتك اه وكمان لو حتى مسلا انا قبل كده كنت عاملالكو لبن في كوباية وغطيتو بيها اه وحطيتو في التلاجز حيث الصبح لقيتو كوباية ميلة كده على جنبها واللبن زي ما هو فيها ما حصلوش اي حاجة خالص موقعش ولا تكسر ولا اي حاجة تكسر ايه ما تدلقش قصدي بهيس يا جماعة معلاش ده كان الروتيني النهاردة يا رب يعجبكو لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدسيلي لايك لو اول مرة تشرفين ما تنسيش تدسيلي اشتراك وتفعل الجرس عشان وصالك مني كل جديد والسلام عليكم